اشتركوا في القناة قبل ايام عن اهتمام الاهل السعودي بالتعاقد مع ميندي بالتزامن مع رغبة تيسي في بعيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الايطال فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت اكد ان الاهل توصل لاتفاق مع ميندي على البنو الشخصية في عقده ومن المنتظر ان يتم الاعلان الرسمي عن الصفقة قريبا ونتيجة لتدبدب مستوه ومعانته من الاصابات فقد ميندي مكانته كحارس اساسي لتيسي في الموسم المنصر حيث شارك في 12 مباراة بمختلف مصابقات استقبل خلال 17 هدفنا